اذا كنقول لكم مرحبا بكم اخواني اخوتي متبعين الاوفياء الفيديو اليوم اللي غنطرقو فيه بخصوص شنوقع الدنيا باطمة داخل استجن لودايا من طرف السجينات لحظة دخولها للمؤسسة السجنية الودايا كذلك ستكلمون اخوتي عن رسالة لوجهتها للمتابعين ديلا والفانزات ديلا كذلك ستكلمون على الاخبار الرائجة عن محاولة الوزير العدل اخراج المغنية من السجن الودايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخوتي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتبوا هاد الفيديو فما تبخلوش انا باللايكاتيركم اخواني اخوتي للبرتاش والناس جديد لماذا لا تشتركوش في القناة ارجاء ان اشتركوه باشتاقي ما توصلوا بما هو جديد غير واحد النقطة اللي هي مهمة اللي هنتكلمون فيها في الاول بخصوص يعني اخبار رائجة يعني محاولة الوزير للعدل اخراج المغنية من سجن الودايا فالوزير للعدل اخواني اخوتي حاليا لا يمكن التدخل في الوقت الحالي ولعرف فيه القضاء الاستقلالية ففي السابق على ما سمعنا اخواني اخوتي وعلى ما اظن كالوزير العدل بمثابة وكيل ملك وكان له الحق يعني توقيف وصح في يعني حال الوقت اليوم يعني باش تكون يعني استقلالي في القضاء فليس له الحق للتدخل لتوقيف الحكم واخراج المغنية خصوه انه بانه سمعنا اخوة الخبر وحد الخروج دي الوحد محامي كيقول ان المغنية مازال عند الحق انها تخرج من سجن الودايا بقوة القانون وهاتش كله خزعبيلات وهاتش يعمرنا نسمعنا اصلا واش القضاء زريبة اخواني اخوتي ارا ما يمكنش الى خرجات المغنية فجميع السجينات والسجناء طوما غير يطالبوا بالحق ديالهم ويخرجوا وهنا في غتخلق واحد فوضى كبير القضاء اليوم اخواني اخوتي ارا ما اظلمش المغنية دنيا بهذا ما اظلمهاش لحدود السعار ما اظلمهاش ولا احد يعني انه غير يدخل للسجن بدون انه غير يكون متهم فالقضاء يعني كما اظلم احد وهو كيحكم بما جاء في التقارير الشرطة القضائية وكذلك الضابط القضائية وقاضي التحقيق اللي كيحقق مع المتهم اللي يقتنى في الاخير بانه بريء او ليس بريء من بعد يعني يحال ملف القاضي للجلسة للبت في هذا الملف وهنا في نقع يعني المغنية بد ما تورطت فعلا خصوصا يعني جميل ادلة ده واتيف يعني احتى الشهود اللي اطبعوا الوثائق وكشفوا بعض الصور والادلة دامغة اللي كتورط فعلا هذه المغنية ولكن للأسف اخوان اخواتين مغنية اليوم اللي كانت الام ديالها في واحد اليوم الجمعة اليوم الجمعة اللي كانت عندها الام ديالها في واحد زيارة يعني على اساس انها تجيب لها الاحتياجة ديالها الملابس الموانط يعني الاكل مائي لذلك لانه شي حويج ما كنينشت المفسجن فالاخبار اللي كتوروش ان المغنية كانت في واحد الحالة يعني فرحانا كتضحك مبتسمة يعني مبتسمة ما كتفرقهاش فهذا اندل على شيء انما يدل ان المغنية فعلا يعني كتوجد شي خطة كما سمعنا مؤخرا يعني انها حاولت تدير واحد اضرب عن طعام يعني وتحتج على طريقة تعامل داخل المؤسسة الشنية فهنا يعني كنت فاجأوا بان ما تم تداوله بخصوص هذك المعاملة اللي كانت على حسب الظن المغنية انها معاملة سيئة مثلا في السجينات انهم كيغوتو انهم يعني كيعتبوها وكي يعني الصراخ دي السجينات بواحد صوت عالي انتي صاحب الحساب حمزة مومبي بحمزة مومبي والاصوات يعني كتعالى في ارجاء يعني للمؤسسة السجنية الوداية وهذا الشي اللي يخلقوا حد فوضى خصوصا حتى الاخبار الرائجة اللي كانت اسمعناها هذي قبل يومين اللي كتقول ان الفانزة دي لو متابعين يحاولوا انهم يحرقوا باستجن الوداية وهذا الشي خطير وخطير جدا يعني هاتشي كله يعني راه فيتنا حبما فيت له عدو عوائق يعني اللي هي خطيرة اللي يقدر يعني توصل المتابعة دي هاد المغنية فعلى عكس ما كان يروش فالمغنية دي كانت داخل السجن الوداية يعني السجينات اللي تعاملوا معها بوحد طريقة على بقاء يعني يحترموها ولو انهم عرفوها يعني صاحب حساب حمزة مون بي بي وان السبب يعني في عدة مشاكل ضحايا دي الحساب حمزة مون بي بي لكن للأسف هات سيدة دي كتحاول تخطط يعني باش تخرج للسجن الوداية وهاشي اللي خلق انها يعني طالب المحامي دي لانه يعني اكسبوا حد رسالة مباشرة الوزير العديد اللي هو وهبي من اجل يعني استغلال بعض التغارات وهذه التغارات ربما اخوان اخواتي انا ما نظنش ان هناك تغارة اللي يمكن المغنية انها تفلت من هذا العقاب انه مدهوش العقوبة دي لها استجنية فصراحة هاتشي كامل اللي وقع السبب الرئيسي لهذا الملف القديد للحساب حمزة مون بي بي هو الاخت دي لها اخت دي لها ابتسام يعني من بعد ما كانت خرجات وصرحات على اساس انه هتكون واحد مفاجئ غير للتذكير اخواني اخواتي المغنية اللي قامت واحد خطأ كبير وخطأ يعني صراحة لا يغتفر وهو الخروج الاخير في احدى القنوات العربية خاصة من قناة الجديد وبقى السيدا كتصرح بشي كلام اللي كي يضرب في القضاء وليتهمات بعض اليوتيوبرز يعني بتصفير الجسد دي وهذا الخبر اللي انتشر على نطاق واسع في جميع الدول العربية السيدا شوهات يعني بالمؤسسة القضائية وهنا فين كانوا حد اجتماع يعني عاجل بخصوص هذه الخرجة اللي هي خطيرة وخطيرة جدا ولكلفة المغنية تعجيل بالاعتقال ديالها يعني يوم الثلاثاء يعني مساء يوم الثلاثاء بعد ما كانت يعني كتحية واحد الحفل في واحد الكباري يعني غينة سيدا ناشطة فرحانة غير لحظة يعني الخروج ديالها فشرطة القضائية مدينة مراكش اللي جات خصيصا يعني هذه الكباري المتواجد بدار بو عزة كذلك بوجود دارك الملكي اللي صراحة قرقبوا على المغنية ذيك الطريقة اللي اعتبرتها مهينة ومهينة جدا واحد الاعلام ما كانش اخوان اخوات كان باحد سيرية تامة الا بعض الناس اللي كانوا حاطين سواء في الكباري او الخارج يعني الكباري هما اللي حاولوا انهم ينشروا هذك الخبر كذلك العائلة ديالها اللي فعلا ابن العم ديال المغنية حتى هو خرج بتصريح واكد هذ الخبر على اين في تلك الليلة اخوان اخواتي لدوزاتها بمدينة طاربيضة بسيرية طارك الملكي قبل ان تحال على وكيل الملك بمدينة مراكوش وبالتالي يعني دوها للسجن الوداية واللي كانت في واحد الصدمة يعني لصراحة الليلة امبياء الله سبحانه وتعالى يعني دخلوها للسجن الوداية على الساعة العاشرة مساء وكانت القناة شوفت في سبقة في نشر يعني هذه اللحظة الدخول المغنية للسجن الوداية على اين السجنات اللي كانوا يعني تفاجأوا يعني بهذا القرار الصادم يعني تفاجأوا يعني مفاجأة بصراحة العبارة كانت مفاجأة لانهما كانوا شكية انه ان المغنية يعني قد دخل للسجن الوداية ولكن شاء القضاء وهناك نقوله تحية الكبيرة للقضاء المغربي اللي قال الكلمة دياله الاخيرة وبالفعل المغنية غدوز العقوبة ديالها داخل السجن الوداية يعني كمدوزة يعني الاخت ديالها يعني الرمضان كله غدوزو يعني العيد الكبير سوا غدوزو ولكن الغريف في الامر يعني السيدة يعني خلقت بعض الفتن خصوصا الفانزات ديالها اللي حاولوا انهم منشروا بعض الاخبار كذلك خصوصا واحد السيدة اللي خليجية متجنسة اللي صراحة هالسيدة اللي كان دائما كالثانت المغنية في السراء والدراء خصوصا والملف ذي الحمزة مومبيبي والاكيد يعني عرفنا المصدر ذي لهذا الحساب حمزة مومبيبي هو من دولة عربية ذي صراحة المغنية كانت عضوة في هذا الحساب حمزة مومبيبي وكانت نشط فهذا الحساب حمزة مومبي بوضع طالما نمشاو العديد من الضحايا بما فيهم بشاهير كالي توفى كالي حاليا حياة نفسية صعيبة جراء هذاك الابتزاز وتشهير رشال الصور المغنية إخوان إخواتي اليوم رح كتنتظرها بجمعة من الشيكايات اللي توضعها بالفعل لدى النيابة العامة بما هي مراكش وهذا الشيء اللي غي خلق لها أزمة يعني ومشاكل نفسية كثيرة خصوصا أن الأحكام تقدر توصل حتى الخمس سنوات لأن عدد الشيكايات رح وصلت أكثر من عشرة شيكايات وهذه الأخبار التي توصلنا بها وليك تأكد فعلا المغنية في حد ورطة كبيرة كذلك منفذ الوئة المتحمن اللي فعلا عيتم يعني يحياؤه من جديد خصوصا مطالبة لعائلة ديالها من أجل البحث والتلقيق خصوصا أن هناك شكوك حول الوفاة ديالها كذلك مريم السعيد إخوان إخواتي احتى يا أطرف شكاية ضد هاد المغنية بسبب هادك تشهير وزيد وزيد يعني ما يعني شكايات اللي كتقاطر يعني اللي هي كتيرة كتقاطر على الدنيا باطمة ربما غدخل للسجن الوديا وغدزيد الأحكام خراء وزيد وزيد يعني عمر ما تخرج يعني من السجن أنها تبتعد من السوشي الميديا من قش تكلم غير خاوية لأنها غجر يعني على رأسها كتير من المشاكل وفعلا الآن وصل الكلام ديال هاد الناس اللي كتائما كين صحوها ولكن لا شيء من هاد القبيش أن المغنية دائما كتخرج كتهدد دخلات كثير من اليوتيوبرز للسجن إخواني أخواتي إلى حدود هذه الساعة نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باركاته